قاتل جديد يودي بحياة عدد من الأطفال المصابين بالسرطان في مستشفيات بصنعاء الأدوية المنتهية الصلاحية التي حقنت بها إجساد الأطفال تعكس حجم الإهمال واللامبالات بحياة الناس من قبل الحوثيين الحكومة طالبت بفتح تحقيق دولي عاجل محملة ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عما وصفتها بالجريمة جرت عملية توزيع كمية من الأدوية منتهية الصلاحية على المستشفيات بعد التلاعب بتاريخ الانتهاء من قبل الحوثيين بحسب الحكومة الأمر الذي تسبب في وفاة نحو ثمانية عشر طفلا من مرضى صرطان الدم ما يجعل الميليشيا المتهم الرئيس بقتلهم وتنشيطها للسوق السوداء لمختلف السلع بما فيها الدواء الذي تحرص على تهريبه إذ تقول وكالة أشوت دي بريس إن مسؤولين في ميليشيا الحوثي على صلة وثيقة بمهربي أدوية منتهية الصلاحية وبيعها في الأسواق ما يزيد من تحميل الميليشيا المسؤولية هي ممارساتها التي يكشف الأطباء عنها للوكالة بأن مسؤولين حوثيين يعملون سراً بالشراكة مع مهربي الأدوية وفي المقابل يحدون من توفر العلاجات الآمنة ارتفعت الأصوات المطالبة بتحقيق دولي عاجل إذ طالبت منظمات حقوقية بتشكيل لجدة من منظمتي الصحة العالمية واليونسيف وخبراء صحيين يمنيين مستقلين للتحقيق في الكارثة الطبية التي حدثت في مستشفيات بصنعاء المنظمات أبدت عدم ثقتها بأية إجراءات قد تتخذها ميليشيا الحوثي كونها متورطة في هذا الملف منذ عدة أشهر تتعدد الانتهاكات ضد الطفولة في اليمن وتهدد مستقبل جيل بأكمله في ظل سيطرة الميليشيا على الدولة وغياب ملحوظ للمنظمات الدولية والجهات المعنية في هذا الأمر ترجمة نانسي قنقر